كشفت عائلات الأمريكيين الثلاثة الذين تحتجزهم إيران منذ شهر حزيران يونيو الماضي بتهمة دخول الأراضي الإيرانية بطريقة غير مشروعة عن شريط فيديو يظهر أنهم كانوا يمضون عطلة في منطقة جبلية في إقليم كردستان العراق على الحدود بين إيران والعراق وعبروا الحدود بطريق الخطأ أثناء تسلقهم أحد الجبال دون أي تخطيط لذلك وعلن وزير الخارجية الإيراني منو شهر متكي الأسبوع الماضي أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الأمريكيين الثلاثة